بسم الله الرحمن الرحيم ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا فاجلوا مسمى عنده ثم أنتم تمترون فهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم يعلم ما تكسبون وما تأتيهم من ناية من ناية ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فتوفى فيهم أنباء ما كانوا به يستهدئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نوكل لكم وأرسلنا السماء عليهم من رارا فاجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فلو نزلنا عليك كتابا في كرطاس فلمسوا بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين فقالوا لولا أنذر عليه ملك فلو أنذلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينذرون فلو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون فلقد استهذي برسل من قبلك فهاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهذئون قل سيروا في الأرض ثم انذروا كيف كان عاكبة المكذبين كل من ما في السماوات والأرض كل الله كتب على نفسه الرحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يذبنون فله ما سكن في الليل والنهار فهو السميع العليم كل غير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم كل إني يبرت أن أكون أول من أسلم ولا تكون النميل المشركين كل إني يقاض عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحم وذلك الفوض المبين وين يمسك الله بذر فلا كاشف له إلا هو من يمسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير كل أي شيء أكبر شهادة كل الله شهيد بيني وبينكم فأوحي إلي هذا القرآن لينظركم به وانبلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى كل لا أشهد كل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أغلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يسلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أي نشركاكم الذين كنتم تدعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يفتروا ومنهم من يستمع إليك فاجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفطروا وفي آذانهم مقرا فإن يروا كل آية لا يذنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين فهم ينهون عنه وينأون عنه ويهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نوه عنه وإنهم لكاذبون فقالوا إني إلا هياتنا الدنيا وما نحن مبعثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلا وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاتوا الساعة بغتة قالوا يا أسرتنا على ما فرطنا فيها فهم يحملون أوذارهم على ظهورهم على ساء ما يغضرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهم وللدار الآخرت خير للذين تكون فلا تعقلون قد نعلم إنه لأحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجهدون فلقد كذب الرسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأذوا حتى أتاه نصرنا ولا مبدر الكلمات الله فلقد جاءك من نبأ المرسلين فإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبدغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية فلو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعى صم الله ثم إليه يرجعون فقالوا لولا نزل عليه آية من ربه كل إن الله قادر على ينسل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يتير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرتنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا ثم ومكم في الظلمات من يشأ الله يغلل ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم كل أرأيتكم بإن أتاكم عذاب الله يو أتتكم الساعة غير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساق والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قثب قلوبهم مذين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم مقتة فإذا هم مبلسون فكت عذابه القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أقضى الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نسرف الآيات ثم هم يزدفون قل أرأيتكم إن نتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا غوف عليهم ولا هم يعدنون فالذين كذبوا بآياتنا يمسوهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي قدائم الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم مني ملك إن اتبع إلا ما يحاى إلي قل هل يستمي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتكون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون مجهى ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين فكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا رسى الله بأعلم بالشاكرين فإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوء مجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله كلا أتبع أهواكم قد ظللتم بذنوما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعدلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعدلون به لكذي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رتب ولا يابس إلا في كذاب ممين فهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه لقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبعكم بما كنتم تعملون فهو القائد فوق عباده ويرسل عليكم حفظا حتى إذا جاء أحدكم الموت تبفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين كل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لإن نجانا من هذه لنكونن من الشاكرين كل الله نجيكم منها ومن كل قرب ثم أنتم تشركون كل هو القادر علي لا يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نسترف الآيات لعلهم يفقهون فكذب به قوم كما هو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون إذا رأيت الذين يخوذون في آياتنا فأعرض عنهم أتى يخوذوا في حديث غيره فإن ما ينسي أنك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتكون من عسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتكون فذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهبا وغرتهم الحياة الدنيا وذكروا به أن تفتل نفس بما كتبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع فإن تعدل كل عدل لا يخفض منها أولئك الذين أرسلوا بما كتبوا لهم شراب من حميم وعذاب نليم بما كانوا يكفرون كل ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا فنرد على أعقابنا بعد إذ هدان الله كالذي استهبته الشياطين في الأرض حيران فهو أصحاب يدعونه إلى الهدى إلا قل إنه ذا الله والهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين فنقيم الصلاة والتك وهو الذي إليه تحشرون فهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفق في السور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير فإذ قال إبراهيم ليبيه يا ذرا تتخذ أصلا من آلهة إني يراك وقومك في غلال مبين فكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر باذغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لا كونن من القوم الضادلين فلما رأى الشمت باذغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفل قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فترى السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين فحاجه القوم قال لا تحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا فاسع ربي كل شيء علما فلا تذكرون فكيف أخاف ما أشرفتم ولا تخافون أنكم أشرفتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين حقوا بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يربسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم وبهبنا لو إصحاق يعقوم كلا هدينا بنوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وإيوب ويوسف وموسى وهاون وكذلك ند المحسنين وذكريا ويحيا وعيسى وإليا كل من الصالحين وإسماعيل وليسعب يونس ولوطا وكلا فالظل على العالمين ومن آبائهم وزرياتهم وإخوانهم واشتبيناهم أديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشرقوا لهبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده كل أسلكم عليه أجرا إنه إلا ذكرى للعالمين وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أندل الله على بشر من شيء كل من أندل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراتي ستبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم كل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون فهذا كتاب أندل لهم بارقوا مصدقوا الذي بين أديه ولتنذر أم القرى ومن حولها فالذين يؤذنون بالآخر يؤذنون به ومعلى صلاةهم يحافظون ومن أغلب من من افترى على الله كذبا وقال أوحي إلي ولم يحي إليه شيء ومن قال سأنذر مثل ما أندل الله ولو ترأيذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باصة أيديهم أخرجوا أنفسكم الجوم تزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق بكم أنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم مول مرة وتركتم ما حوى لاكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاكم الذين دعمتم أنهم فيكم شركا لكت قطع بينكم وغل عنكم ما كنتم تدعمون إن الله فالك الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا دفقون فالك الأصباء فجعل الليل ثقر والشمس والقمر أسبانا ذلك ذقدير العديد العليم فهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصل للآيات القوم يعلمون فهو الذي أنشاكم من نفس واحدة تمستقر ومستودع قد فصل للآيات القوم يفقهون فهو الذي عندل من السماء ما فأخرجنا به نباد كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج من محبة متراكبا ومن النحن مطلعي أقمان دانية وجنات من أعناب والزيتون برمان مستبيا وغير متشابه اندروا إلى ثمره إذا أثمر وينع إن في ذلكم لا يكن لكم يؤمنون فاجعلوا لله شركات جناً خلقهم وخرقوا له بني وبنات من غير علم سبحى له وتعالى عما يصفون مديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبا أخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه على كل شيء وكيل لا تدريك الأبصار وهو يدريك الأبصار وهو اللطيف الغبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لكوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين فلو شاء الله ما يشرقوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم يوكيل ولا تسقذوا الذين يدعون من دون الله فاسقذوا الله عدوا بغير علم فذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربي مرجع فينبئهم بما كانوا يعملون فاغسموا بالله جاد أيمان لإن جاءتم آيات لا يؤمنون بها فلإنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون فنقلب أفذتهما بصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعملون ولو أننا نذلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وأشرنا عليهم كل شيء كبلا ما كانوا يؤمنون كبلا ما كانوا يؤمنون إن لا يشعروا ولكن أكثرهم يجهلون فكذلك جعلنا لكل نبي عدو من شيعطين الإنس والجن يحيي بعضهم إلى بعض دخل فالقول غرورا فلو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون فلتسقى إليه يفذة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله يبدغي حكما وهو الذي أنذل إليكم الكتاب مفصلا فالذين أتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من المنترين أتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميل العديد وإن تتع أكسر من في الأرض يغلك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم من لا يخلصون إن ربك هو أعلم من يغل عن سبيلي وهو أعلم بالمهتدين فقلوا مما ذكر أسم الله عليه إن كنتم بآياتي مؤمنين فما لكم من لا تأكلوا مما ذكر أسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما افطررتم إليه وإن كثيرا ليغلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين فذروا ظاهر الإسم وباطنة إن الذين يكسبون الإسم سيجدون بما كانوا يقتربون ولا تقلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفس فإن الشياطين ليحون إلى أوليائهم يجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أبما كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوا في الظلمات ليس بخارج منها كذلك ذي للكافرين ما كانوا يعملون أكذلك جعلنا في كل قرية نكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتما يتم قالوا لن نؤمن حتى نكتا مثل ما أوتي رفض الله الله أعلم حيث يجعل رسالته فيسيب الذين أجرموا صغار عند الله معذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره غيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك أجعل الله رس على الذين لا يؤمنون فهذا صراط ربك مصنقي من قد فصلنا لآيات الكم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو بلجهم بما كانوا يعملون فيوم يحشرهم جميعا معشر الدين قد استفسرتم من الإنس فقال أولياء أمي الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مسواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم فكذلك نولي بعض الظالمين بعضا ما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس لم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لكى يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغربتم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يقل ربك مهلك القرام ظلم وأهدوا غافلون فلكلنا درجات مما عملوا وما ربك بغافل عن ما يعملون فربك الغني ذو الرحمة إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشاكم من ذريتكم من آخرين إنما توعدون لا يأتي وما أنتم بمعجزين قل ياكم يعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدعو إنه لا يفلح الظالمون هجعلوا لله من ما ظرى من الحرط والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بذعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون فكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم ليردوهم وليلبسوا عليهم ذينهم فلو شاء الله ما فعلوا فذرهم ما يفترون فقالوا هذه أنعام وحرص حجر لا يطعمها إلا من نشاء بذعمهم ونعام أرم الظهورها ونعام لا يذكرون اسم الله علي افتران عليه ساذيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذقورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكون ميدة فهم في شركاء ساذيهم واصفهم إنه حكيم عليم قد قصر الذين قتلوا أولادهم سفهم بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتران على الله قد غلوا وما كانوا مهتدين فهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والذرع مختلفا أكلوا والزيطون والرمان متشابها وغير متشابه كل من ثمره ذات مرآة حقه ويوم حصابه ولا تصرف إنه لا يحب المصرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا قلوا مما رضقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدوب مبين ثمانية ذوان من الضأن سنين ومن المعذ سنين كل آذ ذكرين حرمان من الأنسين أما اجتملت عليه أرحام الأنسين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل سنين ومن البقر سنين كل آذ ذكرين حرمان من الأنسين أما اجتملت عليه أرحام الأنسين أم كنتم شهدائي رصاكم الله بهذا فمن أغلم لمن افترى على الله كذبا ليظل الناس بغير علم إن الله لا يهل القوم الظالمين كل آذن فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسروحا أو دما مسروحا أو لحم خمذير فإنه رجس أو فسط أهل لغير الله فمن الصر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ذفر ومن البقر والغنم حرمنا علي يكشحونهما إلا ما حمل الظهورهما أو الحلايا أو محفل طبيعهم ذلك جديناهم بغيهم وإنا نصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين فيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاكوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا لين تتبعون إلا الظن وإن أنتم بلا تحتفون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهذاكم مجبعين قل هلما شهداكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فين شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهباء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يتمنون بالآخرة وهم بربهم يعنيون قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشرقوا به شيئا وبالبالدين أسانا ولا تقتلوا أولادكم من دملاق نحن نرغبكم أيام ولا تقربوا الفبائش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس الذي حرم الله إلا بالحق ذلك مصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا ما الذي ملا بالتي يحسن حتى يبنوا شده فأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها فإذا قلتم فعذلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفوا ذلك مصاكم به لعلكم تذكرون فأن هذا صراطي مستقيما فاتبعون ولا تتبعوا سبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك مصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي يحسن وتفصيل لكل شيء هدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أن ذا الله مبارك فاتبعوه وتقول لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنذر الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أن لا أنذر علينا الكتاب لكنا أهدا منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أغلم من كذب بآيات الله وصدف عنها فنذي الذين يصدفون عن آياتنا سوى العذاب ما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس الإيمان ألم تكن آمنت من قبل أو كثمت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمروا من الله ثم ينبهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجذى إلا مثلها وهم لا يغلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا خيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسقي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل غير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تدروا أجرة إذر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تحترفون فهو الذي جعلكم خلايف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع عقاب وإنه لغفور رحيم الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله شكرا